طيب تعالى دلوقتي بقى نعمل سيف اول وهرجع رن الابليكيشن كله مرة تانية زي ما هو واضح كده دلوقتي عندنا على سواجر عندنا دلوقتي الاس ام اس كنترولر وعندي هنا بوست اند بوينت او اند بوينت يعني نوعها بوست بتروح على سلاش اي بي اي سلاش اس ام اس سلاش سند وده لان احنا ادينا له تيمبلت اللي هي كلمة سند لو ما كناش ادينا له التيمبلت دي كان هيبقى رايح مباشرة على اي بي اي سلاش اس ام اس ممكن برضو التست النقطة دي عن طريق بوست مان ولكن اسرع دلوقتي ان احنا انتست عن طريق سواجر فهضغط على الاند بوينت دي علشان افتحها بعدين هقوله تراي اوت فهيقول لي هنا رقم التليفون والبادي هما ايه هنا في نقطة مهمة جدا 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 رقم التليفون الوحيد في حالتنا الحالية اللي انا اقدر ابعتله هو رقم التليفون اللي انا عملت بيه الرجستريشن ما اقدرش ابعت لأي رقم تليفون تاني الا لما اعمله فيريفاي عن طريق الاكاونت بتاعي على تويليو طب خلينا الاول نجرب رقم التليفون بتاعي وبعدين نجرب نبعد لرقم تاني فهاجي هنا كده هكتب رقم تليفوني وخلي بالك الرقم طبعا لازم يكون شامل كود الدولة فاقول له بلاس اتنين زيرو وبعدين هكتب رقمي من غير الصفر اللي في الاول وهنا البادي مسلا ممكن اقول له هلو فروم ديف كريد بعدين هبتدي انزل هنا تحت وقول له اكسيكيوت شوف الريسبونس بتاعي هلاحظينا ان الريسبونس بتاعي سليم ادي البادي طبعا هو بيديف في اوله سند فروم يور تويليو ترايل اكاونت داش وبعدين المسج اللي احنا كتبناها دي كده موجودة طول ما انت ترايل اول ما تتدي تدفع تبقى بايت كاستمر يعني بيشيل الجزء نه وبيبعت المسج بتاعتك بس بعد كده عندك كمان نمبر اوف سيجمينتيشنز عندك الفروم الرقم اللي اتبعتت منه عندك التول اللي هو رقم تليفوني فعلا البرايس نال دي طبعا ما كلفتناش حاجة علشان دي تست كل التفاصيل هنا موجودة وزي ما هو واضح عندك كده الارور ميسج بنال ده معناه ان هو فعلا ما كانش فيه ايرور حصلت ولو روحت على موبايلي دلوقتي هلاحظ ان انا فعلا جات لي ميسج من رقم التليفون اللي حصل له اساين على الاكاونت بتاعنا والميسج فعلا مكتوبة زي ما هي واضحة عندنا هنا في البادي تعال دلوقتي بقى نروح نجرب نبعت لرقم تليفون تاني غير الرقم اللي موجود عندنا همسح الرقم بتاعي وهكتب رقم تاني وهقول له هنزل تحت اشوف هلاحظ دلوقتي ان حصل عندي هنا اكسيبشن في اكسيبشن حصل طبعا خلي بالك ان انت لو بيت كاستمر مش هيحصل معاك الموضوع ده خالص بس خلينا برضو نشوف هو بيقول ايه بيقول لك الرقم اللي انت بتحاول تبعت له ده الرقم ده مش فريفايد مش هينفع يبعت له لانه بيقول لك ان فبالتالي انت محتاج تفريفايد الرقم ده الاول قبل ما تبعت له اسم اس طب نعمل ده ازاي هارجع تاني على تويليو اكاونت بتاعي هروح على الفون نومبرز هنا وهلاقي حاجة هنا اسمها هاضغط عليها طبعا بي ديفولت هو كاتب رقم تليفوني هنا اللي انا عملت بيه الرجيستريشن لانه ده فريفايد بالنسباله وقدرنا فعلا نبعت له اسم اس انا محتاج ادي في رقم تاني فهقول له add a new caller id هو طعم بي ديفولت مختار البلد اللي انا موجود فيها بعد كده هاجي هنا في الجزء بتاع النامبر هكتب رقم التليفون برضو من غير الصفر اللي في الاول فهكتب رقم التليفون ده انا محتاج افريفايد بعد كده هقول له كده هو بعد فريفايد كود للرقم التليفون اللي انا كتبتوك بعد ما وصلني الفريفايد كود هبقى دي اكتب هنا الverification كود طبعا اللي وصلني جوه الاسم اس بعد كده هضغط على submit هلاحظ كده ان الرقم التليفون التاني برضو تضاف عندي وبقى عندي حاليا رقمين معمول لهم verification الرقمين verified وقدر ان انا ابعت لهم اسم اس هرجع مرة تانية على postman وهحاول ابعت نفس الريكويست ده مرة تانية هقول له هنا execute بعد كده هنزل اشوف الريزول تحت هلاحظ ان هو بعت لاسم اس عادي جدا وطبعا هنا احنا ما هندلناش ال error ده يعني مسلا ما عملناش try catch وبعدين علشان لو حصل error نبتدي نقول له ان حصلت مشكلة ما بعتناش لان اصلا المفروض ال error ده ما يحصلش طول ما انت paid customer لكن طبعا لو انت حابب تهندل جزء زي ده فممكن طبعا تضيفه جوه try catch بحيس ما يعملش exception معاك والapplication شغال تعالى نروح تاني على الكونسول بتاعنا او ال dashboard يعني بتاعتنا على تويليو ونشوف نقطة تانية برضو حابب ان انا اوريها لك هروح على monitor هنا وهروح على logs اختار messaging هلاحظ هنا انه جاي بالاسم اس كلها اللي انا بعتها ادي رقم التليفون بتاع اللي انا ببعت منه وادي الارقام اللي انا بعت لها الرقمين طبعا وهنا لو ضغطت على الوقت اللي اتبعتت فيه الاسم اس لو ضغطت عليه كده هيجيب لي هنا كل تفاصيل الاسم اس نفسها بما فيها ال body وكل التفاصيل اتبعتت امتى وكانت في ال q امتى وخرجت امتى وكل الكلام ده هيظهر لي في الجزئية دي وبكده نكون وضحنا كل النقط اللي كنا حابين نتكلم عنها عن تويليو او ازاي اقدر ابعت يعني اسم اس باستخدام السيرفز بتاعت تويليو وزي ما اتفقنا في البداية خالص ان شاء الله هنعمل فيديو تاني هندسكس فيه بس طرق تانية ممكن برضو اقدر ابعت بيها اسم اس هندسكس مش هنجرب لاني مش هيكون ليها free trial مش هنقدر نحنا نعمل trial عليها فهنتكلم بس عن ال concept وازاي تقدر تستخدم السيرفيز الديت واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله